منصة دورسكم هي أول منصة في المغرب والتي تتشغل في ميدان مواد البناء ميدان البناء بسيطة عامة الهدف من هذه المحطة هي أن تقرب الناس الذين يعملون في مقاولات البناء تقربهم من تكوين يعني أنهم لا يحتاجون أن يمشيون من قاعة من قسم درسو فيه بل أنهم بواسطة الكمبيوتر لديلهم ولا بواسطة السمارتفون وأدرس انترنت كانوا يدخلوا في أي وقت يريد وفي أي مكان كانوا يولجوا من هذه المنصة ويتدروا الدروس التي تقدمهم هذه الدروس مختصة في في علم البناء مواد البناء طريقة تركيب ديالها كيفاش نتجوها المعايير ديالها الخاصية ديالها وكذلك طريقة ديال اشتغال ديالها المغرب عنده واحد مشكل كبير في البناء يعني المواد تتكون عندها واحد جودة ولكن تكون مبينة الدين ديال الناس التي تشتغلوا بها متى يبدعوهاش بطريقة صححة السليمة إذا نحنا تنعام في هاد المنصة تنعطيب دروس كذلك كيفية في الطريقة ديال الاشتغال بهاد المواد البناء في هاد المنصة كذلك كنعالجوا المشكل ديال ديال الجودة والمعايير ديالها معايير الجودة كنعالجوا كذلك المشكل ديال محافظة عن البيئة ومحافظة عن البيئة وكذلك السلامة السلامة ومهمة بزيال السلامة كنت تتعارفوه في مجال البناء وكان مركزوا كثيراً على الجديد اللي كي يحدث في العالم في هذي دهور البناء كي يحاولوا أمنان وصوراً على ضريق هالدروس اللي كنقدموا في المنصة مدة التكوين، التكوين كي في كل درس كي تحل، ماشي درس كل حصة مثلاً كي تحل المدة ديرو بين شهرين تنتظر أشهر وكي الدرس كي تكون فيه واحد العدد، الحصة كي يكون فيه واحد العدد دير الدروس مني كيتكمل، مني كي يكملوا ذاك الدروس كيتم التكوين، وكيمكن نقدموا واحد شهادة، كنجهرولو حنب لأن التكوين راه استمر وأن الإنسان توفق على وجود في آخر دير التكوين، كين واحد تقييم عبارة عن أسئلة وكيف يكون عندو واحد عاصي ديال 70% الاجويفة صحيحة وكيف تحفلوا دكتر الشاهدان موسيقى